بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نتابع محاضرات مقررنا نظم قواعد البيانات في شابتر جديد بعنوال Relational Data Model and Constraint فرح نبدأ بال Relational Data Model and Constraint القيود ونبدأ بالتالي الآن خلينا أوريكم الآن الجدول اللي احنا متعودين عليه بصورة معينة صفوف وأعمدة وحقول واسم معين ما الذي يصبح تسميته في ال Relational Model سيصبح كالتالي دعنا أقوم بسكب على هذه الحالة واني آجي على هذا الشكل حتى أشرح لك فهذا الجدول لدينا كان المفروض أو كنا متعودين أنه يكون اسم الجدول كستودان فالآن أصبح هاي اللي هو مش النام أصبح اللي هو Relation Name فستودانت هي مش Table Name أصبح اسمها Relation Name والفيلد اللي هي الحقول أصبحت اسمها Attributes صفات وعندي اللي هي السجلاتها بيسمها Tuples السجلاتها بيسموها Tuples فأصبح المكون عندي هذا الجدول اللي اسمه Student اسمه Relation الريلاشن تبعته اللي هي Relation Name Students وعندي اللي هو السجلات اللي هي ريكورد اسمها أيش؟ Tuples طيب مفتاح الجدول بشكل عام لما يكون عندنا قيم البيانات لصفة معينة فريدة من نوعها لا تتكرر عندها نطلق عليها الصفة المفتاح إذن المفتاح هو الصفة اللي أكيد ما بتتكرر Unique زي رقم الإقامة أو الرقم الوطني أو الشغلات اللي ما بتتكرر والمحددة للشيء وطبعا في الجدول السابق لو نشوف الجدول السابق شوفي عندنا ممكن يتشابه اللي هوم Phone الـ Address الـ Office Phone Age GPA ممكن يتكرره بس الـ SSN هو الرقم اليونيك المحدد فهو الـ Primary Key اللي ما بتكرر ومن صفاته أكيد أنه ما بيتكرر لا يترك فارغ لازم يتعبيه وعلى الأغلب وليس الشرط تكون نوع بياناته عددية يعني الـ Data Type تكون Numerical تحتيه خط دائما نصف المفتاح الرئيسي وممكن أن نتكوى من حق الواحد أو أكثر فممكن يكون عندنا حق لين اثنين Primary Key طيب الـ Schema اللي هو Table بشكل عام أو Relation بشكل عام هو وصف للجدول وكيف أعبر عنه بالتالي الـ R اللي هو الجدول فلما يكون في عندي A1, A2, A3 أو A-N فالـ R عندي اسم الجدول والـ A's هدول اللي هم من A1 لـ A-N هذول راح يكونوا الصفات في هذا الجدول كيف يعني؟ يعني الجدول أنا اسمه عندي Students أو Relation Students فشو ها هذا هو الـ R هذا هو الـ R فشو عندي اللي هي الـ A's هاي؟ هذول راح يكونوا اللي هم الـ Attributes اللي هم الحقول هاي الحقول هاي هاي الـ Attributes SSN هم Phone, Address, Office, Phone, HGBA الى آخر طيب Defined over the 6 Attributes فإذا الـ R هي الـ Table Name اللي هي الـ Relation Name وهذول راح يكونوا عندي اللي هم مين؟ الحقول اللي هم هذول طيب كل صفة لها مجال من القيم المجال الخاص بـ SSN Student هو 10 منازل أو 9 منازل الى آخر طبعا يعني خلينا نكون منطقيين يعني أكيد البيانات اللي راح تكون للـ Name characters أكيد البيانات اللي راح تكون للـ SSN أرقام وإليها لمت معين فأنا ممكن أنا أحدد أنه هذا الحق اللي ما يكون فيه أكثر من 10 أو أكثر من 25 حرف هذا بسمو قيد أنك تعبّل اسم لغاية 25 characters أول رقم التلفون ما يتجاوزش على 10 خانات and so on هذا هو اللي يسمو كل صفة لها مجال من القيم يعني هاي الصفة عندي مثلا الـ 10 خانات الـ Name إليه 25 خاني هذا أنت بتحدده في القيود أنت اللي بتحدده في القيود الطوبلز اللي هي سجلات حكينا عنها اللي هي راح تكون عندي مثلا خلينا نشوف مثلا هذا هاي هي بسموها طوبلز هذا سجل كامل فبيقول لك هون بيقول لك هون خنشوف بالله هين هون أوكي صفة الرابع يحتوي على السبعة التالية شو الصفة الرابع قصده واحد اتنين ثلاثة أربعة روهان أربعة ثلاثة سبعة ستة اتنين ستة خمسة كذا كذا هاي القيم كلها هاي هي بسموها طوبلز للصفة الرابع الطوبلز للصفة الرابع اللي احنا تعودنا نسميه إيش ريكورد سجل ريكورد سجل تمام أوكي الآن رح نتابع موضوعنا بعد ما حكينا عن الصفوف حنيجي نتكلم عن الدومين اللي هو المجال المجال بشكل عام تعريف منطقة لقيمة صفة معينة رقم الهاتف يمكن أن يكون عشر منازل قلنا لك بتحدد كم خاني انت حر أو الاسم كم خاني انت بتحر هذا شي برجع لك أو حتى تنصيق التاريخ ممكن يكون شهر يوم سنة ممكن يكون شهر وسنة ممكن يكون سنة لحالها فطبعا يعني يعني مش راح انا اكون عندي نيم وهيكون حاطت تحتها أرقام أرقام وهيكون حاطت تحتها أسماء فهذا هو الدومين اللي بيحدده مين اللي بيحدده الصفة تمعتك هاي اللي انت حطه ها بتحدد شو محتوياتها بتحدد شو محتوياتها تمام فإذا كان اسم الطالب يعرف من خلال المجال التالي اللي هو اللي هو فار كار 25 أنا هون حددت انه اسم الطالب رح يكون عبارة عن سترينج بمعنى النصوص وما يتجاوز ال 25 حرف وهذا الشي ممكن تبقى على التليفون ما يتجاوز العشرة ويكون إنتجار مثلا الديفنيشن ساماري عندي هنا الانفورمال ترمز هي فورمال ترمز التابل سننسميه الريلاشن الكولوم هيدر اللي هي الفيل سننسميه التريبيوت القيم كل كولوم كل عمود محتوياته ستكون دومين ما جعلها شو نص صير رقمي الاخري والريكورد اللي هي الصفوف رح سنسميها توبلز تابل ديفنيشن سكيمة أو ريليشن تابل ديفنيشن سكيمة أو ريليشن تابل ديفنيشن رح سنسميه ستايتف ذا ريليشن شو الأسماء أصبحت في عندنا الريليشنال مو دل أسماء تمام زي ما تفضلنا هون وحكينا قبل عندي هاي الاتريبيوتس عندي هاي الريليشن عندي هاي التابلز خصائص الجدول بشكل عام ترتيب الصفوف داخل الجدول غير مهم ترتيب القيم داخل كل الصف يجب أن تكون مرتبة حسب أسماء العمود أكيد يعني هون عنددي نيم هيكون تحتيه كاركترز مش أرقام أكيد هون عندك أرقام هيكون أرقام مش كاركترز and so on بس الصف هذا قبل هذا الصف قبل هذا الصف ما بيهم المهم شو الداتا اللي تحت هذا العمود شو الداتا اللي تحت هذا العمود إلى آخري نجعل القيم داخل الصف الواحد كل القيم يجب أن تكون فردية كل قيمة يجب أن تكون ضمن المجال حسب الصفة إلى آخره توضع قيمة نل عندما تكون القيمة غير معروفة أو غير مطبقة لذلك يعني لو ترجع على الجدول هون في شغلات حاطت أنت بدالها نل ليش ما عندك قيمة لها وما بصير تتركها فاضي فأنت بتحط بدالها نل وأحيانا كلمة نل ما بتيجي صح لأنه أنت بتكون كاتب بدك أرقام فراح تضطر تحط بعض الأرقام الفيك حتى تقدر تخلي الخلية مليانة مرات الخلية ما بتقدرش تتركها فاضي فاضي الـ constraint بشكل عام عندي على الـ relational integrity على الجدول في عندي مجموعة من القيود في عندي قيود على المفتاح الرئيسي أنه مش لازم ينترك فاضي ومن هالكلام قيود على سلامة الكيانات قيود على السلامة المرجعية قيود على المجال كل قيمة في الصفة يجب أن تكون ضمن المجال المحدد لصفته أو يمكن أن تكون نال مش أحط تكست في شغل رقم لا ولا العكس دعونا شب الله على المفتاح الرئيسي حكينا شرط وما يتكرر وتحتيه خط وفريد من نوعه مثلا هون عندي شو الشيء اللي ممكن ما يتكرر بلا الـ license number ممكن يعني تتكرر لكن المستحيل تكرر هو الـ engine serial number الـ engine serial number وبرضو حتى ممكن هذا ما يتكرر فالشغلات اليونيكة اللي ممكن ما تتكرر هون قايل لك الـ license number الـ engine serial number تم اختيار license number يعني ممكن هذا تعتبر مفتاح رئيسي وممكن هذا لانه ولا واحد يمكن نتكرر طبعا شو التكنيك اللي صار عندي هون هاي الجداول عندك من وين جبتها هاي الجداول عندك من وين جبتها طبعا هاي الجداول من ERD رسمي سابقة وإحنا في المحاضرة الماضية عارفنا كيف نحول اللي قابل هاي بالضبط كيف تحول من ERM إلى RM وأكيد طبعا بدك تشوف تحويل كيان قوي تحويل كيان ضعيف تحويل الصفة تحويل الـ 1 to 1 الـ 8 إلى آخره السوبر والسب فهاي الجداول طبعا ما اجت من فراغ هاي بدك تيجي يا سيدي العزيز خنشوف بالله وين عندنا بالقناة على بليلست بدك تيجي على الدرس السابق تعال على قواعد البيانات بدك تيجي ذالي على آخر درس اللي هو هذا اللي قابل هذا اللي بشرح فيه أنا اللي هو تحويل من نموذج بيانات على أقي إلى النموذج على أقي لازم نتركز على هذا الدرس حتى تعرف كيف حولنا وشرحنا طبعا من اللي هو ERM لا RM اللي هو للجداول هاي طيب سلامت الكيانات قيمة الصفة هي المفتاح الرئيسي داخل الجدول يجب أن تكون نل هناك صفات أخرى ليس مفتاح رئيسي ولا يكن يشترط في مجالها منع ووضع قيمة نل يعني مرات ما بينفع انك تمشي وتضحك على الجدول تكتب نل لا منفعش بدك تركب قيني حط لك أرقام ما عندكيش أرقام حط أرقام عشوائية بس ما بينفع تحط نل هذا حسب الشروط اللي موجودة تمام أوكي كمان عند المفتاح المركب أحيانا يا سيد العزيز شو اللي بصير عندك تستخدم المفتاح المركب عندما لا يمكن جعل أحد الصفات مفتاح رئيسي كيف يعني يعني يا سيد العزيز اسم المادة ممكن تكرر رقم الشعب ممكن تكرر رقم القاعة ممكن تكرر بالنسبة لموضوع الشعب فكل هاي الأمور مع بعضها أصبحت مفتاح مركب لاني ما بقدر أخذ ولا واحدة فيهم كبرايماريكي فكلها مع بعضها أصبحت مفتاح مركب مثلا على ذلك اللي هو الشعب بيجي تندرج تحتها اسم المادة ورقم الشعب ورقم القاعة إنك تاخذ واحدة منهن بس برايماريكي ما بينفع رح تاخدهم كلهن كبرايماريكي بسمه مركب لانه ما بتقدر تاخد ولا واحدة فيهن إيش برايماريكي مثلا على ذلك شو كمان الشعب الأقسام اسم القسم رقم القسم مثلا رمز القسم إلى آخرين اه صح ممكن تاخدهم كلهما بعض وصيروا مركب لانه ولا واحد منهم ممكن يكون برايماريكي سلام المرجعية يا أصدقائي بكل بساطة خلينا نقولها بطريقة بسيطة جدا كالتالي بدنا علاقة بين جدولين بدنا نستخدم واحد برايماري واحد سكندري صح؟ حتى تضبط العلاقة يعني تعال على الجدول أحسن بحب دائما لتطبيق العملي عنده هون جدول طلاب وعنده هون جدول المواد نلاحظ أنه عنده رقم الطالب هو البراميركي لازم يكون مربوط مع حقل ثاني في الجدول الآخر اللي هو فورنكيي ثاني الأجنبي حتى تضبط العلاقة فواحد برايماري واحد ايش أجنبي رقم الطالب داخل جدول الطلاب هو المفتاح الرئيسي هون لأنه تحتيه خط أما رقم الطالب داخل جدول المواد فهو الأجنبي اللي احنا محتاجينه حتى تصير عملية الكنكشن الربط ما بين البراميري والفورنكي تمام حسنا هذا الشكل المرق علينا له الـ ERM بذكر عيد المحاضرة السابقة حتى تعرفوا كيف تحولوا من ERM لRM لأنك بدك تشوف كيف تحول الكائن القوي تحول الكائن ضعيف العلاقة الصفات المتعددة القيم السوبر كلاس والسبي كلاس الاخرهين وهذا الشي تحول لهاي الآلية من خلال الدرس اللي سرحنا اللي هو الدرس الماضي طبعاً بدك تعرف شو الروابط لأنه الـ D number اللي هون جاي من الـ D number اللي هون الـ D number اللي هون جاي من الـ D number اللي هون D number اللي هون جاي من الـ D number اللي هون الـ ESSN جاي من الـ ESSN اللي فوق كله مربوط مع بعضه فهو 1 primary 1 secondary تمام هذا التمرين موجود لكن هنعمل سكيب عنه جداون معينة العمليات الأساسية اللي ممكن نعملها على قاعدة البيانات اللي هي الإضافة والتعديل والحذف فنأتي على موضوع الـ insert يجب أن تؤثر عمليات الإدخال على القيود السابق وذلك من خلال إدخال الصف يحتوي على قيم صف ليست من ضمن المجال المحدد لتلك الصف عندها تكون عملية خطأ لك تدخل انتجر بانتجر string تحت string وتنتبه على موضوع المفتاح الرئيسي فإذا دخلت قيمة لازم تتكرر يعني مثلاً كان مفتاح الرئيس عندك رقمي يعني واحد اثنين ثلاثة رح يجب عليه أربعة طبيعي جداً هذا الموضوع إذا تم إدخال الصف يحتوي على قيمة المفتاح أزنمي ليست موجودة أصلاً في المفتاح الرئيسي هتكون عندنا عملية خاطئة لازم تكون بياناتك صحيحة حتى تقدر تعمل عملية الربط مية بالمية الـ delete عندك متى تكون عملية حذف صف علاقة مرفوضة عندك حذف صف من علاقة مرجع تحته على مفتاح الرئيسي كيف تحذف في primary key كيف تحذف سيعمل مشكلة primary key يمكن الإضافة عليه بدون تكرار ولا يمكن الحذف منه إلا بحذار foreign key يمكن الحذف منه ولا يمكن الإضافة عليه قيمة أصلاً ليست في جادول المفتاح الرئيسي الذي يشكل مرجع عنه هم تضيف شغلي فيه وما فيش إلو قيمة مسالدة في primary key كيف صارت ما فيه ربط موجود بيناتهم ما فيه ربط موجود بيناتهم عندي هون رقم الطالب وفي عندي هون رقم الطالب ربط بينات primary key والآخر طبعا primary key وبالنسبة للتحديث تعديل أو تحديث قيمة داخل صفة معينة وليست الصف بأكمل ويمكن أن تؤثر على ما يليه على قيود المجال قيود المفتاح قيود السلام يعني لما بدك تضيف أو تحذف أو تعدل بدك تنتبه على قيود السلامة بشكل عامل من primary key وبيانات إلى آخره طيب هذا ERM تحول إلى RM ببساطة كيف حولنا هذا الموضوع شرحنا بالمحاذرة الصادقة يا جماعة أعطيكم العافية